اشتركوا في القناة اميري بينما العين اتات من تسع دقائق تسع دواني قمسة من اقزاء من الثانية تهانينا لسموش غزياب بن محمد بزايد النيان تهانينا لعواض بن مبارك لمهيري تهانينا وناموس للجميع بسم الله الرحمن الرحيم ايها الحفل الكريم مشاهدين العزاء عشاقي الاصالة محبية هذه الرياضة العربية الاصيلة يتجدد بكم اللقاء من جديد في استمرارية انطلاقات تشواط الذي انطلاقت منذ غليل الخاص للجعدان ايضا اللقاء الايذاع نسير عبر هذا النغل الحي والمباشر من غنات دبي رسنج وغنات يأس الرياضية والغنوات الناقلة لهذا الحدث الهام والكبير مهرجان سمو لعهد دبي الذي دائما اهل الهجر يعدو للعدة سنويا في ارضية هذا الميدان اسيري للمقدمة ونتابع نسيري للمقدمة ونتابع الصدارة والبداية الأولى وهناك اللي على المقدمة في هذه اللحظة وفي الصدارة الأولى هنا شعار سمو الشيخ مكتوم بالحمدان بالراشد المكتوم على ظهر زعفران وسعيد بن عبيد بن غليفة الحميري يتابع في عملية تضميرة وتدريب بينما نقل إلى المركز الثاني اتابع الوصول على ثاني المراكز في هذه اللحظات هذا هو الشاهي ايضا شاهين لهجن الرياسة وسهيل بن حمد بن دري الفلاحي يغتم في عملية تضميرة وتدريب بينما ننتقل إلى المركز الثالث وهذا هو المسك لاسم الشيخ راشد بن سعود المعلى وطارش بن راشد بن طارش المسافري يغود في عملية تضمير وتدريب على المركز الثالث بينما في المركز الرابع يأتي شاهين لهجن العصفة وغياث الهلالي يتابع في عملية تضمير بينما في المركز الخامس يتغدم شاهين كذلك من هجن العصفة يتغدم غياث الهلالي في عملية تضمير وتدريب بينما هملون هملون لهجن الرئاسة يأتي على المركز السادس وعلي بن يمين لهيبي يتابع في عملية تضمير بينما في المركز السابع يتغدم الحاكم لسمو الشيخ الزعيم يتغدم لسمو الشيخ اذياب بن محمد بن زايدان الهيان وعوض بن مبارك المهيري يتابع في عملية تضمير بينما في ثامن المراكز هذا شاهين لهجن الرئاسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري بينما في تاسع المراكز يتغدم ويأتينا غازي لسمو الشيخ السعود بن فهد بن عبدالعزيز الثاني وحسين بن محمد بن سفران يغود في عملية تضمير بينما في عاشر المراكز هذا قناد لسمو الشيخ الزعب السلطان بن زايدان الهيان وعامر بن محمد بن عبيد المزروع يغود في عملية التضمير والتدريب هذه النتيجة ياهو الأخوة الكرام للعشر المراكز الأولى المذاعة التي تسير فينا موسي هذا الشوط بينما عوده إلى المقدمة عودة إلى الصدار وإلى البداية إلى المركز الأول في هذه اللحظات وهنا على المقدمة الأول يتواجد في الصدار تشاهدون موسيطر منذ البداية زعفران زعفران لسمو الشيخ مفتوم بن حمدان براشد المفتوم وحد شبابنا المضمرين سعيد بن عبيد الحمير وطار وطارش بن راشد المسافر يتابع في عملية التضمير بينما في المركز الرابع هملول هملول لهجن الرئاسة علي بريبي اللوهيبي يتابع في عملية التضمير نحو المركز الرابع بينما في المركز الخامس راغب وشوف اللي واصللنا في هذه اللحظة غازي غازي لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني وحسين بن محمد بن سفران يغود في عملية التضمير شاهير غادم لهجن الرئاسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري يتابع المجاز في عملية التضمير هكذا هي النتيجة هكذا مركزنا الأولى يا سلوم على المنافسة وعلى التحديات اللي نشاهدها اليوم في سن الإذاعة مع أشواط أصحاب السمو الشيوخ والمعركة الغوية التي تدور بين الأخوة المضمرين بين الأخوة المضمرين لهذه النوعيات من الأصائل تتقدم أيها الأخوة الكرام هذه الأسماء ولكن عودة إلى المقدمة وإلى الصدار زعفران اللي يبحث عن الشامي اللي يبحث عن زعفران لسم الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبد الحمير يتابع في عملية التضمير والتدريب ما شاء الله المركز الثاني يراغب اللي غادم على المركز الثاني هذا شاهين لهدن الرئاسة يتقدم في عملية التضمير اسهيل بن حمد بن دري الفلاحي يتابع في عملية التضمير المركز الثالث المسك لسمه الشيخ راشد بن سعود المعل ويتابع في عملية التضمير طارش بن راشد لمساف ريمان يغدب في عملية التضمير وتدريب المركز الربع هذا هو مشاهدين العزاء شوف اللي بدأ يصل لهجن الشيخ حاني جار الله بن محمد بن عقيل يتابع في عملية التضمير على المركز الرابع يغير المركز الخام الشاهين لهجن الرئاسة يتقدم المجازم محمد بالعديج بن زيتون المهيري بدأت جولة الأوامر غادر 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 الثمانية مية متر الأخير هي الفيصل عن خطة النهاية اللي تفلنا عن الفوز وعن الانتصار روح الله وياك يسعيد يا ابن العبيد يال ميري اللي يتابع اللي تتابع زعفران على المقدمة زعفران براشد براشد بينما غادم غادم شوف شوف ليجل الشحاني جار الله بن محمد بن عقيل بينما في المركز الثالث عفران ليجل الشحاني يقدم فران بن محمد بن قريع يتابع في عملية تضمير الله الوين وين الفوز وين شحاني 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 مع الشعار العنابي الخطير مع الشعار العنابي الله على شوف شوف رعم هذا شوف لهجل الشحاني جار الله بن محمد بن عقيل تحية للبرنس يستاهل التحية جماهير هجل الشحاني يستاهلون الفوز سلام للدوحة سلام سلام للشحاني سلام تهانين لهجل الشحاني وتهانين للمضمر جار الله بن محمد بن عقيل اللي خطف الناموس مع شوف المركز الثاني وصل اللي هو زعفران لهجل الشحاني المركز الثالث زعفران ليسبو الشيخ مكتوب من حمد بن راشد المركز الرابع شاهير لهجن العاصفة والمركز الخامس وصل شعار اسمه الشيخ حزاع بن سلطان بن زايدان نهيان على ما اعتقد عودة مشاهدين العزاء الى التوغيط الزمني وساعة الوصول الى خط النهاية من شوف ها هو يصل الى خط النهاية بتسع دقائق وعشر ثواني اربعة يكزا من الثانية تهانين لهجل الشحاني وتهانين للبرنس قال الله بن محمد بن عقيل اللي رغبة خططها فناموسي شوط الختام بينما في المركز الثاني وصل مشاهدين العزاء ومتابعين الكرام زعفران لحفة وصوله بتسع دقائق واثنعشر ثانية اربعة يكزا من الثانية تهانين لهجل الشحانية وتهانين لبرن بن قريع المري بينما في المركز الثالث عطرة يا مخرجنا اللي احتل المركز الثالث المركز الثالث زعفران توقيت الزمني تسع دقائق 13 ثانية ثلاثة اكزا من الثانية تهانين لسبوشيق مكتوم بن حمدان برايد المكتوم والتهانية لسعيد بن عبيد الحميري هكذا مشاهدين الكرام احيل الكلمة الى الزميل والاستاذ حمد بالضبيب الشامسي لكم متابعة ملخص اشوات صباحي هذا اليوم